كلمتني واحدة من شركة باليتكس مش هتيني THERE مش هروح عازت تزنقني سلام عليكم وعملين ايه يا ربكم بخير النهاردة أنام المراجعة على شركة باليتكس هبعد هبعد يا اللي بتبعد تدعم تلات انواع من الحسابات حساب الـ حساب الـ النصيحة صغيرة كدة للشركة على جم اسماعوا اسماعي واسمع انت كمان عشان بتتنبسط من الحاجات دي اسمع ما فيش حاجة اسمها تمام لان انت الشركة وسيطة في المقام الاول حلو طيب الشركة بتدي رفعة واحد لالفين بتاعت الشركة بتبتدي من واحد بوينت اتنين في بقى هنا يعني حاجات معارضة بعض الشركة بتقول لك في حساب الاس ان انا قلت لازم ان يغير اسمه عشان الخاطر ده مصحاح تماما بتقول لك بيبتدي من الزيرو وهنا بتقول لك بيبتدي من واحد بوينت اتنين اقول لك انا عندي اداء واحد دولار لما انزلت تحت عالترخصات لقيت الشركة بتدعم ترخصين بس او عندها ترخصين بس الترخيص في جزيرة وترخيص في جزيرة سانت افنس انا جبت الترخيص بتاعها موجود تمام ما فيش مشكلة اكتف لسا او الترخيص نفسه الموقع السيانة فما قدرتش ابحث عن الترخيص. لما دخلت على بتاعت الشركة من جوة لقيتها حديثة جدا وما فيهاش نوع من انواع الاحترافية. يدوب اربع خنات والفاند والبروموشن. انا مش عارف الشركة ما بتقدمش قرصات ما او دروس لي المبتدئين. مش عارف لي. صدقني انا لو عارف اقوليك. لما دخلت على الاكاونتات عشان خاطر اشوف طبعا فتحت النوعين من الاكاونت اللي هو النوع اللي هي بتقول عليه والنوع اللي هو عشان خاطر اشوف اه بتاعتها. موظلمش الشركة قبل ما نروح لي القراءة وقبل ما نروح لتراس بيلوت ونشوف المراجعات السيئة اللي على الشركة. لازم من الاول نشوف ونقيم احنا بنفسينا طبعا. ده الحساب حلو. ده اللي سبريدات عليه. يعني انا انا رحت على اليورو دولار وفتحت بواحد سنت. خلينا لسه لسه عاملوا حالا. تقول اللي سبريد على اليورو دولار نقطة نقطة ونص كتير قوي. ده على اللي هو اقلق دعا فيه خمسين مش عارف ليه. ايه ايه ابو تريكا. الدهب بقى برضو اه ننزل على الدهب هتلاقي ان الدهب انا سلعة وانا قلت حزاري او اه مش مستحب ان انت تشتغل عليه لان عليه شبهة لحد ما نتأكد. تمام? انت عندك عملة الدهبة اهيه? اه عندك اللي سبريد فيه تلات نقط وسبعة بيب. قول اربعة نقط. اه من عندي انا والا اربعة نقط يعني. تمام? كتير برضو قوي مش منافس ده على الحساب الاسي ان الحساب بقى الاستاندر او الحساب السنت اه اللي هو اتفتحت القاي او انه دخلت الشركة نفس الكلام ده عندك هتلاقي ان انا كنت فتح صفقات قديمة برضو هتلاقي الاسبريدات نفس الكلام هي هي ما اختلفتش. فمش عارف الشركة انا بتشتغل نفسيها ولا بتشتغلني. يلا يلا بس قول بتكسابش. فبرضو اه نروح لي المراجعات على الشركة على بيقول لك هنا ان هو عمل ارباح وعمل اداء ويجي يسحب قالوله ان انت ملكش سحب يعني. كان نوع من انواع البونس وهما قالوله لأ مش هتسحب. فانا مش عارف انت بتشتغل الناس ولا بتشتغل نفسك. فم يعني انت انت عملت المجود ده كله. متشتغلش نفسك بقى متشتغلش نفسك. طواري من نفسك. حط انت بتاع انت بتدعمي منصة واحدة بس اللي هي الامتي فور فقط. ادعمي منصة الامتي فايف كمان مفيش مشكلة. حط دروس هاتي الناس اللي بتشرح في المجال ده يكون عندها قيمة علمية وهاتيهم رعا للشركة. ولكن الاول ما تدخليش البونس طالما انت مش عارفة تتعامل معا او ما بتحذريش الناس من شروط البونس الاول. البونس طعبان زي ده انا مش فاهم الشركة مدخلنا في صف كزا حاجة. فاللي شوف الشركة دي حزاري انك تشتغل معها بشكل مباشر. عايز تشتغل معا اشتغل معا على استحياء ويفضل ان انت مشتغلش معا. تشكروني. انا زهقت. والله لا انا زهقت بولك ايه. انا انا زهقت وربنا. اه.